المحاضرة بتاعت النهاردة ان شاء الله احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت يا شباب على موضوع الرسم الميكانيكي عامة وقلنا الصوت واضح الاول شباب الصوت واضح اه دكتور واضح الصورة واضحة انا حطت الصورة على كل الصورة واضحة تمام المرة اللي فاتت ياريت بقى نقفل الصوت كلنا عشان ان شاء الله المحاضرة تسمعها كويس المرة اللي فاتت اتكلمنا على انواع الرسم الميكانيكي واخدنا رسمة كده شكلها معقدة لكنها بسيطة كان الغرض منها فقط انك تعرف يعني ايه رسم ميكانيكي تجميع المجموعة من الاجزاء تلات اربع اجزاء ازاي بنحطوهم مع بعض ونرسمهم في رسمة واحدة ونجيب لها الفيوز المطلوبة بتاعتنا الحقيقة النهاردة احنا المفروض بنبدأ بالموضوعات الاولى في الرسم الميكانيكي وهي تمام فالمسبتات بتاعتنا او اللي سكروه فاستنرز دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن ماشين إليمنتس بتستخدم علشان تعمل عملية تسبيت او وصل بين جزئين او اكتر بنسميها فاستنرز مسبتات الفاستنرز دي حاجات كتيرة اي حاجة بتمسك جزئين ببعض نطلق عليه هذا الاسم ميكانيكيا تمام فلو احنا عملنا اي جاينينج لأي بارتس مع بعضها بنسميها فاستنينج خلاص طيب ايه هي الفاستنرز ديات الفاستنرز ديات بتنقسم الى نوعين النوع الاول حاجة بنسميها permanent وحاجة بنسميها removable او temporary ايه الفرق بين الاثنين؟ الحقيقة انك لو عايز تسبت جزئين مع بعض بشرط انهم ما يسيبوش بعض تاني تعمل فيهم مين يقول؟ مسمرو سامولة مصر لحام لحام احنا بنقول ما يسيبوش بعض تاني اه ايوة كنا ربطت دائم او riveting او اي طريق التثبيت لا يمكن فكها الا اذا تم كسر هذه الواصلة الا اذا كسرت الواصلة دي تمام كده؟ تمام ومال ايه بقى temporary temporary يا سيدي ايه حاجة مؤقتة انك بتيجي تعمل ايه؟ تجيب pulse pulse يعني مسامير studs يعني جوايت and nuts وصوميل incombination يعني ايه بجيب مصمار او جويت وهعرف يعني ايه مصمار ويعني ايه جويت بعد شوية شكلهم عامل ازاي يعني واجيب سامول انا عندي جزئين معدنين الجزئين دول مسكتهم مع بعض ببساطة شديدة اجيب الجزئين دول واعمل فيهم طقب واسبتهم مع بعض وارمطهم يبقى ده اسمه مصمار وسمول يبقى ده ايه الفرق بينه وبين النوع الاول يا دكتور؟ ما ده تثبيت وده تثبيت ده واصل وده واصل لأ النوع اللي هو المؤقت انك ربط الاثنين مع بعض بعد شوية عايز افكهم من بعض الجزئين اللي انا سبتهم دول افك السامولة بتاعتي واشيل المصمار واشيل كل جزء الواحد وفيه مشكلة؟ مفيش مشكلة اما النوع اللي احنا بنتكلم عليه الاول اللي هو الويلدنج لو لحمتهم مقدرش افكهم تاني من بعض فيه انواع كتير جدا زي المصمار والسامولة حاجات من سامال كيز اللي الخوابير الكوتر جونت الكابلنج وصلات الكابلنج اللي هديت لكم مساءل عليها المرة اللي فاتت ده موضوعات كلها هتبقى شباتر جاية ماشيين سكروز ستسكروز كل الحاجات دي هنشوفها في المحاضرات اللي جاية والمحاضرة بتاعت النهاردة جزء منها تمام كده يا ولاد؟ طيب المحاضرة بتاعت النهاردة شوية بدايتها نظري وبعد كده هناخد شوية رسومات شوية نظري في الاول كده وبعدين ناخد شوية رسومات هننفزهم في الساكاشن بتاعتنا خلاص؟ يلا نبدأ اول حاجة عايزين نشوف بتعمل ايه؟ بتثبت لنا ايه في الحالة العامة؟ اي بارتس عايز تثبتها مع بعضها تقدر تستخدم كل حاجة عايز تعمل زي ما احنا كنا بنقول على مين؟ على الكابلنج عايزين ننقل باور من شفت لشفت المرة اللي فاتت كل دي حاجات مهمة جدا جدا السكروس ريتز بقى المصمار اللي موجود عندي عليه اسنان من برا عايزين نعرف شكل الاسنان دي بنسميها ايه؟ الحقيقة اللي على الشمال ده ياولاد ده اللي هو المصمار اللي على اليمين ده وفيه هاتشينج او فيه تهشير ده ده النتس يبقى اللي على الشمال ده المصمار واللي على اليمين ده مين؟ السامول البولتس أو المسمر ده لو بصينا الأعلى نقطة فيه هو سماها كريست أعلى نقطة في السامولة اللي هي تحت تاني كده هو إيه اللي على الشمال ده اللي على الشمال ده لو إحنا بصينا مع بعض كده ثانية واحدة كلنا نعرف يعني إيه مصمار وسامولة بصوا كده أولاد المصمار عبارة عن حاجة طلعة بسنة ونزلة كده وعمل سنة 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 كده أدى المصمار بتاعي ممكن يبقى فيه حتة بارزة قدام كده إيه اللي حاصل فيه سنة فوق وفيه سنة تحت هاي طبعا ما بين الأسنان دي وبعضها إيه خطوط متصلة كده ده بنسميه السرد الألواز أي مصمار في إيدك بيبقى له أسنان كده هي دي السرد الأسنان دي تمام؟ في المصمار بيبقى له سنة كده طب السامولة أو النط بتاعتي السامولة ده عبارة عن حاجة معمول فيها تقب داخلي يبقى هي جسمة هاي وعملت فيها إيه تقب ده فراغ يا أولاد اللي جوه ده فراغ وقمت جاي في الفراغ ده ركز معايا كده وقمت جاي في الفراغ ده وعامل أسنان بالشكل ده كده أسنان بالشكل ده كده ماشي؟ فبقى فيه نقطة فوقها هي ونقطة فوقها هي المسابة بينهم ما لأ بلاش الخط ده عشان ما حديش فكر حاجة هنا فراغ يبقى فيه النقطة دي وفيه النقطة دي خلي بالك دي أبعض نقطة دي بنسميها الكريست عندنا وده أعلى نقطة بنسميها الايه الكريست يبقى احنا كده شفنا شكل المصمار والسامولة من الداخل وده كان الشكل اللي أنا عرضهولت من شوية على البرزنتيشن اللي هو ده فبنلاقي بقى الشكل الخطوط اللي جوه دي تمثيلية بس عشان تشوف الخطوط اللي برا دي خطوط بتبين لك اللي ايه السريتز وهي على السطح الخريج ففيه الكريست اللي هي أعلى نقطة وفيه الروتس اللي هي أقل نقطة بقى فيه السنة من فوقه فيه الجزع بتاعها من تحت وفيه الفلانك اللي هو الجنب بتاع السنة سواء كان الكلام ده للمصمار أو للسامولة هم الاتنين نفس الحاجة فيه بقى ايه فيه حاجة اسمها مينور ديامتر ميجور ديامتر بيتش ديامتر ايه الفرق بينهم بين بعض الفرق بينهم بين بعض اهو لو جينا نبص على المصمار هنلاقي المصمار بتاعي ايه عامل كده السنة بتاعته اهي القطر الكبير اللي برا ده اسمه الميجور ديامتر ده اكبر قطر القطر الصغير اللي من العمق لحد العمق ده اسمه المينور ديامتر فيه بينهم بين بعض كده خط النقط اهو ده اسمه البيتش سيركل ديامتر دائرة الخطوة ده اللي هو موجود عندنا فيه الايه الصورة اللي جاية حالا دي تمام اده المينور الصغير والاكبر خالص اللي هو الميجور وبعدين فيه البيتش سيركل ديامتر اللي بيحصل عليه التلامس مع السامولة بتاعتي. طيب. انواع اللي سكروس ريتز دي. لا عندنا كتير. عندنا انواع كتير جدا. في منها في من الانواع من الاسنان دي. ليه الشارب اللي احنا كلنا بنشوفها. بنشوف تطبقات العادية. اللي انك تلاقيه شكل المسلس ده. وزاوية ستين درجة. ده اسمه الشارب فيه. فيه الوزروف ده. الوزروف ده شكله بقى. لا بيبقى من فوق بدل ما هو مسلس كده زي الشارب. لا. ده معمول من فوق بكيرف باربعتاشر من مئة من البيتش والزاوية بتاعته خمسة وخمسين. فيه نوع تاني. البطرس ده. ده بيبقى جاي مين وش مال. فيبقى الميل على ناحية واحدة وناحية تانية قايمة زي ما احنا شايفين بميل صغير. فيه السكوير. وده اشهر الانواع اللي موجودة في المسامير. الشارب والسكوير دول. فيه الاسمي. فيه الورمويل. الدودي. وهكذا. انواع كتيرة جدا من السريتز ممكن تلاقيها. احنا في التمثيل او في الرسم بنمثل الكلام ده بموضوع بسيط خالص خط تقيل وخط خفيف شكرا على كده. ما بنرسمش الكلام ده يا دكتور. ما بنرسموش الا في حالات خاصة ولما نبقى نوصلها نبقى نشوفها تترسم ازاي. تب بنمثله ازاي? هنشوف مع بعض بعد شوية. فيه المالتس ريتز يعني ايه? تلاقي ان الاسنان اللي كانت مرسومة قدامك دي. على القلم بتاعك السنة عملا طالعة ونزلة طالعة ونزلة. لو مشيت سامولة تلاقيها بتطلع وتنزل على الحاجات دي بالترتيب كده. لا فيه مالتس ريتز ده بقى بتلاقي انه الدخلة بتاعة السامولة له اكتر من دخلة. خلاص? في ال V او ال سكوير. وزي ما قلت لك ال V والسكوير دول اشهر نوعين من الس ريتز. وهتلاقي لهم المالتستارت س ريتز دي يعني تلاقي له اكتر من باب. يعني السامولة تقدر تركب من اكتر من مكان. مالهاش مكان محدد تركب منه. كويس? فيه الرايت هاند وفيه الليفت هاند س ريتز. ايه الرايت وايه الليفت دي الدكتور? معلش. الكلام زي ما قلت لكم نظري شوية بس مش مشكلة. ايه الرايت والليفت دي الدكتور? الحياة في التطبيقات عندنا فيه مصمار بيربط يميين ومصمار بيربط شمال. هو ده كل الحكاية اللي قدامنا عالصبور. الرايت هاند والرايت هاند. السنة بتاعتي. طيب. طيب. طيب بنستخدمها في ايه? او مفيدة عندنا في ايه? واحدة بتعمل تيرن كوينتر كلوك وايز. واحدة بتعمل تيرن كوينتر كلوك وايز. ايه الفرق ما بينهم عشان تربط? يبقى فيه سامولة بتتلفي يمين تربط? وفيه سامولة بتتلفي شمال تربط. لو بصتلي العجلات بتاع العربيات. اي سامولة بتدور يا ولاد? اي سامولة بتدور? لازم ولا بد وهي بتدور? تكون بتعمل سلف لك لنفسها. سلف لك لنفسها. يعني الدوران عكس الربط بتاع السامولة. تقوم السامولة تربط اكتر. تبقى واخدة اتجاه الربط بتاعها. لو السامولة بتلف. باتجاه الفك بتاعها. او العربية بتلف باتجاه فك السامولة. يبقى العجلة بتاعتك هتفك والعجلة بتاع العربية هتطير في كلمة ونصة. فنلاقي العجلة اليمين غير العجلة الشمال في الربط. واحدة بتربط يمين واحدة بتربط شمال. كويس? طيب. كل اللي فات ده يا دكتور انت قاعد تقول لنا سريتز ويمين واشمال احنا مش مهم معا حنا نرسل الكلام ده ازاي ده رسم المصمار اللي انتو شفتوه بس ده اللي اسمه الاستد مصمار مقلوز من الجنبين بيترسم بخط تقيل فوق خط خفيف جوه المصمار دايما يمثل بالشكل ده المصمار لا يهشر لكن هشر هنا فقط عشان فيه تقب داخلي فده مش مصمار لكن طريقة التمثيل للتهشير قديما كانت عبارة عن خط بره وخط جوه برضو لسه ما فهمناش عايزين الفرق ما بين الصور اللي قدامنا دي وبعضها ماشي علشان اقول لك الفرق ما بين الصور دي وبعضها ثانية واحدة هاخدوا الصورة دي واطلع بيها وابدأ اقول لك ايه الحكاية بتاعة الارقام او الشكل اللي قدامك بصوا كده اولا لو انا جد دلوقتي حالا انا هتكلم على الرسمة دي هتكلم على الرسمة دي ايه اللي فيها فيها عمود فيه خط بره بصوا كده هتقل بقى هات اللون الاسود معلش اسود بصوا كده الخط اللي بره تقيل مقاسف ايدي اتهزف معلش الخط اللي بره ده تقيل الخط اللي بره ده تقيل ايه اللغوز تقيل بره تقيل بره كله من الخارج تقيل تابهوا من الداخل كله خفيف يبقى الخط ده تقيل الخفيف هعمله باللون الأحمر الخفيف هعمله باللون الأحمر ده لون أحمر اوه يبقى ده خفيف ده لون أحمر اوه يبقى ده خفيف ده لون أحمر ده لون أحمر يبقى دي خطوط مالها خفيفة لما اجي ارسمه في الصيد ارسمه اه ده احمر لا احمر يبقى جوه كنا بنرسمه الاول تلاتة اربع دايرة ده تنسيل قديم الوقت بقينا نرسمه دايرة كاملة وبعدين وبرة بنرسمه خط تقيل احنا قلنا التقيل بالاسود والاحمر ده انت تفهم على طول النوع خط ايه ردوا علي خط ايه خط خفيف افهم تمام تمام طيب الشكل اللي عليمين ده دكتور في ايه ده فيه هاتشنج تهشير بقى انا وانا بهشر كده اعدي بص اهشر هنا هشر معين المصمار وبتهشرش ماشي لو الصول الدم وبتهشرش وانا بهشر اعدي على الخطوط الخفيف اهو هو معدي هنا اهو على الخطوط الخفيف لكن الخطوط التقيلة ممنوعة اعدي عليها مفهوم مفهوم تبدأ مين ده المصمار طب السامولة السامولة مرسومة هي دي النظر اهي مرسومة بصايد وصايد طيب بتترسم ازاي دكتور بصوا كده احنا اتفقنا الاسود يبقى فين يبقى تقيل ولا خفيف الاسود اهو تقيل 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 كلهو شو ما نبقى عامل ايه في الرسمة طيب والخفيف يا اولاد بيبقى عامل ازاي لونه احمر اهو احمر اهو قال له انت عملت ايه في السامولة كده بتيجي انهشر اهشر اهشر باللون الازرق الازرق اهو يقف عند الاحمر لا يعدي لحد الاسود يعدي لحد الاسود كده شايفين التهشير يا اولاد بيعد على الخطوط التقيلة انت لاحظت حاجة ايه الفرق بين السورتين دول وبعد اشيل بقى الالوان اللي انا حاطتها اشيل بص الاصل الرسمة كده ايه الفرق بين السورتين دول وبعد المصمار بيبقى كله بكله صلب يعني والسامولة بيبقى فافرة لأ السامولة يا باش مهندس لما بتترسم بتترسم من جوة تقيل من جوة ايه بص كده من جوة تقيل الكتر الصغير هو اللي تقيل والكتر الكبير بتاعها بيبقى خفيف دي السامولة اما المصمار العكس الكتر الكبير هو اللي تقيل والكتر الصغير هو اللي خفيف تمام فلما جينا عملنا في الشكل اللي هنا عملنا ايه عملنا التقيل في اللي جوة واللي بره خفيف هنا العكس اللي بره تقيل واللي جوة خفيف نروح لاي تقب اي تقب يعامل معاملة الصامولة اي جسم بارز يعامل معاملة المصمار بيبقى الفرق بين المصمار والصامولة المصمار من بره تقيل من جوة خفيف ده السرد. القلووس. التقب. من جوه تقيل ومن بره خفيف. التهشير دايما بيوصل لحد. الخطوط التقيلة. ده تقيل وده تقيل وصلت مجددا. هفهوم? هفهوم? آآ بكتر. بجاس ما عايز افهم هو آآ وله المصمار ده بقى من بره هو التقيل. عايز تفهمها? آآ. طيب انا رسمت لك رسمة من شوية للمصمار اهي. عايزك تبص عليها باش مهندس على المصمار ده من هنا كده. انت شايف النقطة العالية دي? وشايف النقطة العالية دي صح? اه. اللي بعدها العالية? واللي بعدها العالية. هل انت شايف النقطة الواطية دي? او دي? لأ. حلو. عشان كده اللي انت شايفه ده بيبقى تقيل. واللي ما انتش شايفه بيبقى مقط. والمقط في الرسم الهندسي او الميكانيكي بنسميه خفيف. نعمله بخط ايه? خفيف. تمام. اهم? تمام. طيب ركز معي بقى. نفس الكلام. تعال بصيلي على. اه? عالصامولة. بصيلي على الصامولة. انت شايف اللي جوه ده? واللي جوه ده? صح? ايه. وشايف ده? ده بالنسبة لك الكتر الكبير ولا الكتر الصغير للسامولة? اللي انت شايفه. اللي هو? الكتر الصغير. اللي هو? الصغير. طب الكبير فين? اهو. قادي النقطة بتاعة الكبير. وقادي النقطة التانية بتاعة الكبير. الكبير ده انت شايفه? لأ وانا ببص من هنا مش شايفه. انا شايف اللي جوه الصغيرين دول بس. عشان كده الصغير هو اللي ظاهر والتاني مختفي. همام? المختفي عندنا بنمثله بخط خفيف يا بشمعاندس. مفهوم? تماما بشمع. تماما. طيب. ده بالنسبة للتمثيل بتاع السريدز عموما او اي اسنان بتكون موجودة عنه. هتتمرنوا عالكلام ده في السيكشن ان شاء الله في اول سيكشن تمرين كامل على الحاجات دي. الاكسترنال اند انت اه هيا جات اهي تاني. جات اهو داخل جوة تقب والتقب ده فيه الوز. ايه رأيكم? مين يزهر ومين ما يزهرش? اه ده هنا حتة جديدة يا دكتور. حتة جديدة. صح ولا ايه? صح ولا ايه? حتة جديدة. يلا ناخدها برا ونروح بيها. الناس فهمة? يا دكتور بس انا اصلا فيه في دماغي ثلاثة نوع من المصمير. فانا مش فهم انت بشكل الان هو نوع من مصميره مين? حبيبي انا شغال على المصمار المسلس الاشهر اللي هو المتريك سيستيم. انا اصدق انا اصدق انا افاهم بس اللي متقروس كله ولا فيه رأس ولا اللي مفروش رأس. لا 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 انت ما تشغلش ده لسه حبيبي. لا 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 استنى استنى. انواع المصمار اللي لسه ما كلمتتش عليها. انا بكلمك على ان المصمار لما بيركب جوه صمولة ايه اللي بيحصل في التجميع? لكن انواع المصمير انا ما كلمتتش عليها لسه بشمانس. ما شغلش بالك بانواعها دلوقتي. طب انت سيادتك طالما عارف الانواع. مش المفروض انت فاهمت. ان المصمار لما يترسم خطين كده يبقى ما فيش عليه الاغوز. لما يترسم في حتة عليها خطين كده. ها? يبقى ده اوتوماتيك الحتة دي عليها الاغوز ودي ما عليهاش. اللي عليها خطين. اربع خطين ايه? لما مثلا بيبقى عمل. ها بس والرسمة بتأخر مع الكلام. فهو مثلا انا فكروا ان هو كان بيبقى عمل مثلا خط زي واي. زي شيفه ومنحرف كده في الاخر. بيبقى فيها لو. لو ما فيش شيفه ومنحرف يبقى مش داخل بيبقى مش داخل في طوبة في الاغوز. لا 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 لا. خط وخط. اده مصمار قدامك اهو. شفت الصورة الزرق اللي انا رسمع على الشمال دي? ايه عليها الاغوز ولا لا? هو التوب اللي داخل فيه ولا هو نفسه? ماغوز المصمار اللي انا رسمه ده. المصمار كده لا بس ما فيوش اي حاجة. بس عايزة تقلوز. طيب. اديتك خط منقط هنا كده. خط منقط هنا كده. ولكن ده مصمار وديتك الرسمة بتاعته بالشكل ده. ايه رأيك فيه? ده بقى ايه? وضع ا�� الوقت? كده هو كده متقلوز. كده تقلوز عينيه. available. طبعا احنا بنرسمش النقط دي احنا بنرسم دي ابيشمندز دلوقتي خط خفيف. دي اسمها خط خفيف. ودي خط خفي فا عان دوت دلاين يعان غير ظاهر. حلو. فلما ارسم لك خط خفيف. وخط طيل. خط خفيف يعان النقط. خط خفيف دي يعان غير ظاهر. لما ارسم لك خط طيل وخط خفيف لما تشوفهم كده تعرف على طول ان الحتة دي ده ألووز ده متريك سيستم حلو كده؟ طيب السؤال بقى أنا عندي مصمار عليه ألووز بص كده في الحتة دي كمان بالمرة بقى بالمرة وعندي تقب أهو حلو كده باشماندس التقب ده كمان عليه ألووز طيب الألووز الخفيف بيبقى بره ولا جوه للتقب الخفيف بيبقى هو الكبير ولا الصغير للتقب الخفيف بيبقى الكبير الكبير أهو الكبير أهو حلو كده؟ طيب تجي تهشر هشر يا دكتور أهو التهشر أهو يوصل لحد الخطوط التقيل هشرت الجسمة يبقى اللي تحت اللي أنا رسمه على اللونه أحمر وبهشر جوه بالأزرق ده أهو ده تقب جوه جسم ده مصمار طيب إحنا بقى بص الرسمة اللي على الشمال بتاعتنا ده مصمار دخل جوه تقب تا شكله بس إحنا بنرسمش كده إحنا بنرسم كده نرسمه إزاي نرسمه إزاي الرسمة دية عايزة وضحها أكتر من كده عايز حد بقى يفكر في الرسمة دية ديقة على مجالكم هقفل بس أنا قلت سواني يعني أنا هخرج من المتين جديدة واحدة لكن أنا جاي حالي سواني بس تهenci بشوه جنبينة دية رسمه إحنا بنرسمعه؟ أنا لقد سواني بس اخفل بس كده رسمه إحنا بنرسمك بس انتره احنا بنرسمك هيا شباب. يلا. شباب. اللي عرحت فيه. احضرنا ده ده. احضر. احضر. تعالوا بصوا على الرسمة اللي قدامي دي بقى. الرسمة دي. بصوا ركزوا هنا. ركزوا على الرسمة اللي قدامي دي. هنجيب اللون الاحمر. وروح مع بعض. هنلاقي يعني هرسم بس بالراحة تاني هنا كده بالراحة. هرسم التقب بره اهو. اه دي التقب. بيترسم خطين تقال. وهو. لو تقب بس وعملت الاغوز يا دكتور. تعال انهشر كده يا دكتور. يعني قطعنا الجسم ده. فبيباني التهشير هعمله باللون الازرق. بيباني التهشير كده. يوصل لحد التقب كده يا ولاد. التهشير على زاوية خمسة واربعين درجة. انتم عارفين التهشير من السنة اللي فات. كويس كده? في مشكلة يا ولاد? ده تقب. بس التقب ده ما فيش فيه الاغوز. ايه رأيكم لو عملنا له الاغوز? نعمله الاغوز? نعمله خط خفيف. الخط الخفيف هيبقى باللون الاسود. وكأنك ما عملتش حاجة. اهو كده معناه بمقلوز. طب التهشير هيقف لحد فين رده عليه. التهشير يا دكتور بيوصل لحد الخطوط التقيلة. والخط التقيل هو اللي جوه. يبقى احنا عادي. نعدي على الاسود كده عادي اهو. اهو معديين احنا على الاسود اهو. فيها مشكلة يا ولاد? ردوا علي. فاهمين الكلام ده? اه دكتور بطء اه بطء الكلام شوية لانه الرسم بيوصل لنا متأخر عن الصوت. يعني الصوت بيوصل بدري. اه يعني انا صوتي بيوصل قبل الرسمة. اه. ايو في دليل. في دليل. طيب. افصل الصورة وارجعها تاني. بالنسبة لكم يمكن تتسرع شوية اللي حاجة. يعني انا ممكن افصل الصورة وارجعها تاني بسرعة كده اهي. تمام كده شباب? دكتور هو على فكرة يعني كان بتزهر معانا برضو من العديد الكلام ده. اه. يعني فيه هو. فيه تقنية نت. معلش. تقنيات النت بقى خلاص هنعمل ايه غصبا عننا يا شباب. معلش. طيب نركز كده مع بعض. يبقى اللي بيحصل ان التهشير دايما يعد على الخطوط الخفيفة. فالتقب. اي تقب في الدنيا. هرسمه تاني. تقبه هوا. تا كله تقيل. اهد التهشير اهو. بيش مشكلة خالص. اهد التهشير. طيب. التقب اللي قدامنا ده. لو عملنا له الووز. لو عملنا الووز للتقب ده. تعال نروح نعمل له الووز باللون الاسود. الالووز اهو. خط خفيف هنا كده. خط خفيف هنا كده. الالووز دايما في التقب بيكون هو الاكبر. او الخط الخفيف هو الاكبر. وبيكون التهشير معد عليه عادي جدا ما فيش اي حاجة. عكس الكلام ده تماما. اهو. ده على اليمين? عالشمال الناحية التانية. على اليمين اهو? عالشمال الناحية التانية. نلاقي المصمار. بيكون تقيل برة. وبيكون خفيف جوه. المصمار بيكون تقيل في القطر الكبير. خفيف في القطر الصغير. حلوة اهو. تعالوا بقى نشوف التفاصيل اللي بعد كده. اللي هي ايه يا دكتور? لو انا دلوقتي بقى ارجع تاني كده شلي دي كده عشان عايز اعمل حاجة. في نفس المكان هرسم في الحتة دي ات مصمار. اذا المصمار. ده مصمارة. المصمار بيكون تقيل برة. وبيكون جوه خفيف. ارسم له خط خفيف يا دكتور. هرسم له خط خفيف. انا اعمل فيه اللغوز الحتة دي باش مواندي سينة. حلوة كده? ده مصمار. تقيل برة. خفيف جوه. التقب. التقب. العكس. على فكرة امفروض كنا استخدمنا اللونين انا اسف. انا هرسم المصمار بنفس الوان التقب. عشان ما الله اخبطكوش. ارسمه بالاحمر. ادي المصمار بتاعي. تقيل برة. تمام? خفيف جوه. خفيف جوه. يبقى باللون الاسود. الاسود يبقى خفيف. ادي الاسود. خفيف. خفيف. بالشكل ده كده. تمام? المصمار ده. المصمار ده ياولاد. تقيل برة خفيف جوه. التقب. ردوا علي انتم. بيكون. التقب بتقيل جوه خفيف برة. يعني عكس بعض. والالوان موضحة الكلام ده. الاحمر هو التقيل. الاسود هو الخفيف. تمام كده ياولاد? تمام. دايما التهشير. الخفيفة ديها زي الدوتد لايم. التهشير يعد عليها عادي جدا. ماشي ياولاد? ماشي ياولاد? طيب. نكمل. لا يا دكتور معلومة قلتها بس معلومة. الصورة واقفة. ما هو يا الصورة واقفة لسه ما قلت ما قلتش اي حاجة لسه. لسه وقلت اي حاجة. اخر معلومة قلتها بس معلومة. اخر معلومة قلتها ايه الفرق بين المصمار والصامولة في التمثيل. المصمار خطوط تقيلة برا خطوط خفيفة جوه. التقب خطوط تقيلة جوه خطوط خفيفة برا. التهشير يقف دايما عند الخطوط التقيلة. طب حل. مش دي المشكلة المشكلة جاية. ايه اللي جاي بقى? لو ان المصمار ده هيربط في الصامول. المصمار ده هيجي يدخل في التقب ده. مين اللي هيترسم? المصمار ولا التقب? حد يعرف? الاتنين ازاي معل? ارسم الاتنين ازاي? الحتة اللي هيحصل فاتها دخل ما بين الاتنين. ارسم مين فيهم? بص يا ابني بنقولها كده. المصمار ده. هو الميل ولا الفي ميل? الميل. الميل. دايما يكسب. المصمار دايما يكسب. يبقى المصمار دايما ايه? دايما يكسب. يبقى المصمار لما يدخل جوه التقب اللي هيترسم المصمار. طب تعالوا نبص هنا في الرسمة دي. الرسمة دي كانت مرسومة. بصوا. تقيل جوه. آآ التقيلة احنا عمينا بلون لحمر. تعالوا نجيب لون لحمر. بصوا على الرسمة دي. كانت مرسومة تقيل جوه. هذا الظاهر بتاعها. حل? ماشي? كده. وبعدين كانت مكملة بقى من هنا كده. تقيل. كلها. كلها التقب كان تقيل. وكان برا. باللون الاسود. التقب كان برا. باللون الاسود. ده كله. والتهشير كان جاي داخل معدل حد الاحمر جوه. بس الكلام ده قبل ما يركب معاه المصمار. لكن المصمار ركب فكل الكلام ده تغير. المصمار لما ركب. عمل ايه المصمار? المصمار? اهو. تقيل برا. تقيل برا. اهد المصمار. المصمار? خفيف جوه. هرسم خفيف جوه اهو. خفيف جوه. طب دي لحد هنا بس كده من هنا لحد هنا دي المنطقة اللي ادخل فقط المصمار. لما اجي اعمل تهشير يقف عند المصمار لان ده خط تقيل فالتهشير يقف عنده. التهشير يقف عنده. ناحية التانية التهشير يقف عنده. وهكذا. طب الحتة اللي باقية تحت دي. اللي تحت ده بقى اعمل في ايه? اللي تحت. هعمل فيه الاكل. يفضل زي ما هو. التقيل تقيل والخفيف خفيف. طب التهشير يوصل لحد الخطوط التقيلة يعني يخش جوه. يخش هنا جوه كده. التهشير هنا يخش جوه يخش جوه يخش جوه يخش جوه يخش جوه يخش جوه وهكذا. تخيلين ايه اللي حصل يا ولاد ولا لأ? تاني? تاني. لو رجعنا بصينا للمسألة مسألة اللي على ينين دي. لو بصينا على ينين. هنلاقي ده تقل. ايه اللي حصل فيه? التهشير وصل لحد جوه. تاب اللي فوق مصمار. تقيل بتعبر? المصمار دايما يكسر. ركب المصمار جوه التقل لحد مسافة معينة. المكان اللي ركب فيه المصمار ده كله يفضل المصمار ظاهر بشكله اللي انتو عارفينه. والمنطقة اللي المصمار ما ركبش فيها اللي هي من اول هنا. لحد تحت. تظهر زي ما هي زي ما كانت. مفهوم? خلاص كده ولا ايه? تمام يا دكتور. طيب. طبعا عملية الوصلة هي بقى اللي قدامنا لو عندي بقى جزئين. اه اكبر الشاشة معليش. عملية الوصل. اللي احنا بنتكلم عليها. لو عندي بقى جزئين زي دول ووصلهم ببعض. خلاص. طبعا كل جزء له تهشير في اتجاه عن التاني ومركب مصمار ورابط المصمار ده بالصامولة. الحقيقة اللي جاي بقى هو ازاي نرسم راس المصمار نفسه او الصامولة نفسها. تمام? فعشان نرسم الصامولة لازم ان تكون بالشكل ده. الصامولة اللي هي او راس المصمار بتكون بالستاندر بتاعتها بالشكل ده. ايه الستاندر دي? اي واحد فيك اقول له في صامولة بتاعت مصمار يعرف انها شكلها مسدس. صح كده ولا لا يا ولاد? صح? طب المسدس اللي قدامنا ده. المسدس اللي قدامنا ده. لو بصنا له كده اليفيجن. نلاقي كم وجه? تلاتة واحد اتنين تلاتة. اهوم. لو انا جيت بصت اليفيجن كده للشكل ده. هلاقي واحد اتنين تلاتة اوجه. اهوم. ادى الوجه رقم واحد. ادى الوجه رقم واحد. ادى الوجه رقم. طب لو بصنا للرسمة دي سايد فيو. هيزهر وجهين. نلاقي ادى وجه وادى التاني. ماشي كده يا ولاد. طب لو بصنا للرسمة دي من فوق كده. طب. او بلام. هنلاقيها عمل ازاي. دايرة ومسدس. ايوا. هلا مسدس. وفي دايرة في المنتصفة هي بتمس المسدس ده من الداخل. احنا شغلتنا ازاي بيترسم التلات حاجات دول. سواء كانت في السامولة او كانت في المصمر. قدامي طريقة رسمة موجودة. سهلة. خالص. لو رحنا بصينا عليها. هنلاقي ايه دي. طبعا هنهرسمها بقى من عشان خاطر بس ايه. آآ ما تبقاش فيها مشكلة بالنسبة لكم. احنا رايحين فين? رايحين نرسم رأس المصمار او السامولة عموما. اللي شكلها مسدس. بيبقى معلوم معاك الكطر الاكبر. الكطر مين? الكطر الاكبر. الكطر الاكبر ده اللي هو بتاع ايه دكتور? كطر التقب او كطر المصمار. بيبقى الكطر الكبير. سواء كانت. حلو كده? بكطر المصمار ده هرسم الرسمة اللي انتو شايفينها دي كلها. السامولة اللي انتو شايفينها دي لها الاول كده عشان نروح نرسمها. هنروح في البلان في المكان اللي زهرة فيها بلان. وروح ارسم دايرة. اعمل ايه? ارسم دايرة. في البلان ارسم دايرة. قطر الدايرة دي اس بتساوي واحد ونص من الدي. كام يا ولاد? كام? واحد ونص من الدي. رسمت الدايرة. هات المسلسات بتاعتك وارسم عليها مسدس. تعرف? تعرف ولا ما تعرفش? اعمل. اخو امس افقي. امس افقي. زاوية ستين. اطلع بالمسلس فوق هات الستين اللي زيها. اقل بالمسلس. خد الستين اللي تحت. واخد الستين اللي ايه? اللي فوق. يطلع المسدس بتاعك. جاب ايه? جاب المسدس. النقطة رقم واحد. والنقطة رقم اتنين. والنقطة رقم تلاتة. والنقطة رقم اربعة. وخمسة وستة من طبقين على اتنين وثلاث. يبقى جبت كم نقطة? في البلان? جبت واحد واثنين وتلاتة واربعة. وبعدين? هطلع في المكان اللي هرسم فيه الصامولة. الصامولة دي يا دكتور لها ارتفاع اسمه اتش. اتش. بتساوي سبعة من عشرة من الدي. اتش اللي بتساوي كان? سبعة من عشرة من الدي. اخد سبعة من عشرة من الدي ومشاهد الخطيب. طب عرض الصامولة قدي ايه? من عندي واحد لحد اربعة. لا? يعني انا اقدر من واحد اطلع كده. ومن اربعة اطلع برضو الفوق. يبقى انا كده رسمت العرض بتاع الصامولة بتاعتي. صح او لا اولاد? اللي هي سبعة من عشرة من الدي لكل ارتفاع الصامولة يا بشمهندس. ارتفاع الصامولة. شايف الصامولة دي? شايف الصامولة دي? اه. اجيب لك هنا الالم اهو. الارتفاع شايف دي دي? هي دي اللي انا بتكلم عليه. انا. هي دي الدي الدي بتساوي سبعة من عشرة من الدي. العرض بقى من هنا لحد هنا اسمه ال اي او ال دابلو سميه زي ما انت عايز تسميه ال اي. كويس ال اي بقى لقى الدابلو دي لاقى مش الدابلو ده الدابلو دي اللي هي الاس اللي احنا جبناه. ال اي ده عرض الصامولة من نقطة رقم واحد لحد النقطة رقم اربعة. هو ده عرضها. ماشي يا بشمهندس? مفهوم? تمام. يبقى جبنا عرض الصامولة. احنا عايزين نرسم بقى شوية الاقواس اللي مرسومين فوق دول. احنا طلعناها مستطيل كده. صح? الحياة مش مستطيل بس. احنا طلعناها مستطيلات. كنا مطلعينها كده. لم وصلنا الخط ده والخط ده. تم تيجي ناخد اتنين معنا بالمرة ونطلع بفوق يا بشمهندس. وناخد ثلاثة ونطلع معنا في فوق بالمرة. هنلاقي قبل اتنين نشد خط. وقبل ثلاثة نشد خط. هنلاقي ايه بقى? كام مستطيل احنا جبناه يا ولاد? ردوا عليك. دكتور. فضل يا فونس اللي بس. طب هي المسافة من نقطة اربعة اللي فوق الخط اللي فوق كاما دكتور لياتش ولا? من النقطة اربعة وانا طلع كده صح? اه لفوق. لا دي غير معروفة. ليه? لان دي البعد بين المستويات. انت بترسم ثلاثة ما ساقط يا بشمهندس. وقادي البلان وقادي الصايت. هي المسافات ما بين البلان والصايت. انا مش دعو بيه. اما الخطان اللي فوق اللي هو اللي هو سبعة من عشر من الدين. اه لكن البعد ما بين الخط ده. والخط ده. ده سبعة من عشر. ده الارتفاع بتاعنا عارفه سبعة من عشر. تمام كده. تمام كده? والعرض ما بين اول خط واخر خط. على فكرة. اه عشان بس اغشي بس يلا. ايه اللي هو العرض بيساوي واحد خمسة وسبعين من مية من الدين. يعني من واحد لحد اربعة. هتقيسه تلاقي واحد خمسة وسبعين من مية من الدين. طالع جاهز معك. بالنسبة للسامولة. الوقت المشكلة في ايه? عايز ارسم الاقواس. مش في السامولة دي. وهي مرسومالي. معمولة لي كده يا ولاد. انا على يمين فوق اهو. انا على يمين. معمولة قوس. 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 تلت اقواس كده صح? اذا سنترلاني للربع الاول وده وده. على فكرة. السامولة دي. بتتقسم. ربع. نص ربع. اه. هل فيها حد يوقف ولا ده ايه اللي حصلت? لأ شغال. ريكورد شغال. شمان ديس? حد تاني بداية. لا لا. هو ريكورد شغال. هو كان وقف وحد رسم شغاله. وظاهر عندي. احمد سعيد سعرف حقيقة كده. طيب ماشي. اوكي. طيب نكمل نكمل. يبقى انا هنا هنعمل ايه يا ولاد? عايز ارسم الاقواس اللي فوق. نرسمها ازاي? اعمل سنتر لاين. للربع الاول. والربع التاني سنتر لاين. هيطلع عالسنتر لاين ده. والربع التالت سنتر لاين. كيف هي كده باللازلة? تعالها بقى شوف لنا لون تاني والنبي عشان الدينية بازل. قد لينا اللون الاسود. بقول لك ايه? من واحد لحد تلاتة المسافة ده ايه? اسمها تلاتة اربع ايه. مش ده ايه على الاربعة. وده ايه على الاتنين. وده ايه على الاربعة. شحنة. السنة. السامولة. لبصوا كده. لواحد. اتنين. تلاتة. لكام مستطيل? لتلات مستطيلات. المستطيل الاول ربع ايه. والمستطيل الاخر ربع ايه. والمستطيل اللي في النص. نص ايه. حلو كده اولاد. تمام? تمام. عايزين نرسم قوس. قال لك افتح البرج. يعني خد الربع اللي على يمين. واخد النص معك. وافتح الفتحة دي كلها اللي انا معلم عليها على الصبورة دي. حلو? حلو. افتح الفتحة دي واركز فين? واركز في المنتصف فوق خالص. وبفتحة القلم. هابتلينا لون تاني والنبي يا عمي. ناخد لون ايه? معدتش عارف انا اخد لون ايه? اخد لون اخدر. وبفتحة البرجل. واقطع المحور. قطعه في نقطة. انقل بقى سن البرجل من النقطة اللي فوق دي. هاتوا تحت عند القوس اللي انت عمله. وافتح الفتحة دي كلها. شايفين السهم اللي انا رسمه? سن البرجل عند بداية السهم. سن القلم الرصاص عند نهاية السهم. واعمل قوس. هيطلع القوس بتاعك كده. هاد القوس اللي احنا هنعمل. يعني البرجل اللي هو افتح عليه? على مسافة تلاتة اربع ايه? ربع ونص. تبا. ربع ونص من الايه اللي هما اللي انت التلات حاجات اللي انت طلعتهم. خد اتنين وسيب ربع بس. اركز فوق هات القطع اعمل الخط ده. طيب القوس اللي انت عملته ده عمل قوس في النص. وعمل ايه على الاطراف? خبط في الطرف ده. وخبط في الطرف اللي على الشمال. طيب لما يخبط فيهم ارجع منهم زي اللون الاحمر بخط افك كده. ارجع منهم باللون الاحمر زي خط افك كده. بقى عندي مسافة ما بين النقطة دي والنقطة دي. اهي. افتح البرجة للفتحة دي تعرف? اه. واعمل قوس. هيطلع لك قوس احمر كده. افتح البرجة لنفس الفتحة الناحية التانية واعمل قوس. يعني اركز في النقطة دي وافتح الفتحة دي. هتعمل قوس احمر قوس احمر في النص قوس اخضر. خد الحتة دي بس من قوس لاخضر. اللي لونها احمر اهي. وبعدين تقل الخطوط الرقصي. تقل الرقصي. تقل الرقصي. تقل الرقصي. معنش دور دور. اقفل السامولة بتطلع بالشكل ده. افضل ايش مانتس? القوس اللي هو في الربع اللي مين ربع عشان ما عملت ازاي دكتر معنش? حق. مايني? بص معايا. انا فتحت فتحة مقدرها. ار. ار بتساوي تلاتة اربع اي. تعرفها. ركزتي فوق في النقطة اللي فوق بسن البرجل وقطعت جبت الخط اللي انت شايفه تحت ده. ركزت هنا بسن البرجل. وفتحت الفتحة اللي باللون الاخضر السهم اللي باللون الاخضر ده. وعملت قوس. وعملت ايه? قوس باللون الاخضر. اهو. اسف ملفش معي. اده القوس اللي انا عملته. ماشي كده بشماندس? القوس اللي انا عملته ده عمل ايه في الطرف اليمين? خبط فيه. صح? صح? ارجع منه بخط افقي. اوقف في التقاطع بتاع الافقي والرأسي في المنتصف ده سن البرجل وافتح المسافة دي. وعمل القوس ده. نفس المسافة. نفتح المسافة من الخط اللي فوق واعمل القوس. اهه افتح المسافة ده. وقف في المنتصف. وعمل القوس ده. خدت القوس الاحمر على يمينه على الشمال. اللي في النص خد الاحمر اللي في النص بس. ما تاخدش اللي على يمينه على الشمال كمان. تمام. يبقى كده. انزل رأسي. انزل رأسي. انزل رأسي. اقفل تاحت. يبقى انت كده عملته. ايه? شكل السامولة اللي انت كنت بتدور عليه. اهو. ده الشكل ايه? السلاسة بتاع السامولة اللي هو على يمين ده. بس لسه فيها دكتور شامفرر. نش موجود. كمل معي. طب دكتور يعني الايه ديات بتساوي واحد وخمسة وسبعين فرمائة من القدر؟ يا رب بصبرني. من واحد الاربعة هو ده الايه يا باش مهندس. من واحد الاربعة هو ده الايه. العرض اهو. عايز ايه اهي. ادي الايه. من واحد الاربعة. من واحد لحد اربعة على الشمال دي. ده كله الايه. الايه. لما طلعت واحد واثنين وتلاتة واربعة ادوني. ربع عليمين. وربع على الشمال. ونص في النص. للايه. احنا خدنا منهم ايه؟ خدنا ربع ونص باسمه تلاتة اربع ايه. هي دي الايه. ماشي. تماما. رسلنا الاقواص بتاعتنا وخلصنا. بمسلس تلاتين ستين. مسلس كم؟ تلاتين ستين. وبالزاوة تلاتين درجة؟ اعمل شاط فين اجد. ازاوة تلاتين درجة ايه. اعمل شاط فين. واعمل زي شاط في النحية التانية. ووصل الخطين دول ببعض. وامسح اي حاجة بقية. تمام كده؟ طيب. وين اللي يحصل بعد كده؟ الشاط في تاني كده يا دكتور؟ الشاط فيه. احنا يا بش مهندس عملنا الشكل ده كده. تمام؟ تحت. تمام. عايز اعمل شاط في ميل يمس الحتة دي كده؟ لو مدته على امتداده كده هلاقي الزاوية ده تلاتين درجة. هعمل شاط في يمس الدايرة ويقف عند اعلى نقطة فيها. لو مديت خط افق كده يمس كل الدواير. والناحية التانية دي برضو هعمل شاط فهو. لو مديت المسلس بتاعي الاقي الزاوية ده تلاتين درجة. عرفت؟ يبقى بقى في شنفر يمين وشنفر شمال. شاط في يمين وشاط في شمال. كمان كده؟ ده بالنسبة لمين؟ طيب. بالنسبة للداخل بقى تحت كده هترسم دايرة كبيرة والدايرة الصغيرة ايه؟ آآ اسف طبعا تقب. دايرة التقيلة والدايرة الخفيفة اللي براها. بالنسبة ليه؟ التقب. طيب. تمام؟ طب يا دكتور ما عليش استنى انت كده رسمت لنا تلات اوجه. ما لو هنرسم وجهين في السايت فيو. وجهين في السايت فيو. تلف ديت. هتلف دي في النص. هتلف اللي تحت ديت. هتلاقي طلع لك وجهين. نصف دي ونصف دي. وي على الاتنين. ار تساوي اي على الاتنين. اعمل نفس الكلام. هتلاقي قص هنا وقص هنا. وما فيش شنفر وما فيش اي حاجة. يبقى الار. الار بتاعة اللي هتترسم هنا. بتساوي اي على الاتنين. بتترسم منين؟ اركز في السنتر وقطع المحور وقف تحت وافتح الفتحة ويعمل القص. كلام فاضي وسهل يعني. مفهوم؟ تمام كده اولاد؟ طبعا اللي تعمل في المصمار هيتعمل في الايه؟ الصمومة. تمام؟ طيب. طبعا تطلع بالشكل اللي قدامنا على السبورة ده. وبعد كده لو سامولة مربعة بقى اسهل بكتير. بتبقى شكلين وشكل واحد في ناحية من الاشكال. لو هكسوجنال بقى مصمار او سامولة. في اشكال كتيرة مختلفة لطريقة الرسم بتاعتنا. دي بتتحط بين المصمار والسامولة. ممكن تكون وردة زي الربع جنيه المخرون قدامك كده. او ممكن تكون الوردة ديت. طبعا دي في الرسم بتكون كده. اما او ممكن تكون الوردة ديت وردة آآ مقتومة زي دي كده. اسمها سبرينج ووشر. دي بتستخدم في الحاجات السبرينج ووشر دي. بتستخدم في الحاجات اللي انا عايز اعمل فيها لوكنج عالية. يعني عايز احكم الغلق. استخدم السبرينج ووشر دي. تمام? ده بقى اه اللي عالشمال ده اللي استد. ده مصمار له قلووز من فوق ومن تحته. في النص مفيش قلووز. اللي عالشمال ده استد. فيه قلووز من فوق. قلووز من تحت في النص مفيش. يستخدم فيه المصمار ده? في التثبيت بتاع الماكينات او اواعد الماكينات. تلاقي في الارض. مصمار طالع لك من الارض. اه هو ده الاستد. رابط في الارض وطالع بالراس بتاعته كده. تب الراس ده يركب عليها ايه? نركب عليها الماكناة ونربط بصامولة عليها. ماشي? اه ده فكرة عمل الاستد اه اه في ابسط صورة. الصواميل بقى بقى اشكالها المختلفة هتلاقي صواميل كتير جدا جدا كل واحدة حسب الاستخدام بتاعها. الصوامولة دي ممكن تلاقيها زي العصفورة زي الوردة زي 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 زي. حاجات كتير جدا وصواميل مختلفة في الاشكال حسب التطبيقات بتاعت الصواميل. المسامير فيه عندنا انواع كتيرة جدا للماشينيس كروك كابس كروك اللي هو المصمار الفشر او المصمار اللي بتربط بيه حاجة صغيرة. وده مسامير دايما الرأس بتاعتها بتبقى غطسة. المسامير دي دايما الايه? الراس بتاعتها بتبقى غطسة. يعني ايه غطسة? يعني انا بقوم جاي في الجسم وعمل تقب واسع رأس المصمار تنزل هي كمان في التقب. عشان وانا ماشي رجلي ما تخبطش فيه المصمار ده. معظم المسامير اللي هي بنسميها الماشينيس كروك او الكابس كروك هون بالشكل ده. طبعا اي مصمار من اللي انتوا شايفينه ده. وهو داخل جوه القلووز متمثل ومعمول عليه. معمول عليه. اي مصمار من دول يا ولاد? متنفز عليه اللي انا قلته في طريق التركيب المصمار والتقب. المصمار اهو. راكب جوه تقب. نهاية المصمار هي ال ال دي. هتلاقي هنا التهشير واقف فين? لحد المصمار بره. طب بص في الحتة دي كده. هتلاقي التهشير داخل لجوه. تعال. هنا. واقف لحد. طب هنا. التهشير داخل لجوه لان ده التقب. مصمار داخل فيها. معمول فيها الكلام اللي انا قلته المصمار يكسب. الحتة اللي المصمار مش داخل فيها. لا يتقلوز عادي والتهشير يخش لحد جوه. كلهم معمول فيهم نفس الكلام. طبعا الرسمة دي ايه غلط. ماشي. سكروا بقى. ده مصمار بيستخدم في تسبيت جزء مع جزء بالشكل اللي قدامنا ده. وفي الحالة دي بنعمل له زي ما قلنا لكم في ده موضوع هقوله في المحاضرة اللي جاي ان شاء الله. ازاي بنحكم وخالق المسامير والصوامير. يا دكتور ممكن الصفحة القابلة دي. لا قابلها كمان مره. سكروا. لا قابلها. الراسم تلاقي تاعت الاوفال هند. هي غلط صح? ما مش هتبط عليه? بس لازهرت ملاخر عندي فانا استغربت بس. لا مش هتبط عليه. انا قلت لأ هو هنا التهشير ما عد على المصمار ما ينفعش. ما فيش حاسمه تهشير يعد على المصمار. فلما المصمار ظهر يبقى مش حاسمه تهشير يعد عليه. ماشي? انا قلت عليها ما ينفعش. الجزء بتاع ده. قال لسه يتشرح لوحده ازاي السامولة ازاي بنربط بسامولتين عشان نحكم الغلق. ده موضوع تاني هيبقى فيه محاضرة منفصلة ان شاء الله. تمام? ده الشيت اللي جاي لنا بكرة او ده بالزبط اللي جاي. في الصلاة بتاعت الرسم او الناس اللي عندها ساكاشن بكرة. هتلاقي جاي لك الشيت ده. شيت رقم اتنين. فيه مصمار. هديك القطر بتاعه ويعلمك. حتى انت لو بصيت على المصمار ده هتلاقي ما كتوب علي ايه? شوف القطر تلت اربع ايه. ايه على الاتنين. قد الاقواص بتاعتنا. تمام? تلت اربع ايه. ايه على الاتنين. الحاجات اللي انا قلتها كلها موجودة عندنا. الحاجة بس اللي انا ما قلتهاش او اللي هتلاقي ننسيتها مثلا هتلاقي المعيد هيذكرها له. ده واحد ونص دي الاس اهي اهي. الرقم ده. احنا عندنا دي الكبيرة معلومة. دي الصغيرة لو دي دي الكبيرة دي الصغيرة خمسة وتمانين من مية من الدي الكبيرة. دي الصغيرة خمسة وتمانين من مية من الدي الكبيرة. تمام? والارتفاع بتاعها سبعة من عشرة او تمانية من عشرة. هنعرف ليه انا قلت الارقام دي قبل كده. في بعض المسامير بقى عندنا انواع للمسامير. فيه حاجة اسمها مصمار نافذ. ده مصمار معدي للناحية التانية ومربوط بسامولا. ده اسمه مصمار نافذ. ده طريقة في التركيب. انا اخد بالنا منها في السكشن ونشوف تفاصيلها في السكشن. فيه مصمار اسمه ده مصمار ملوش سامولا. لكن بيربط بيعدي من تقب ويربط في جسم مقلوز. الجسم ده متخشر جوه الارض. متقوب جوه الارض ومعمول فيه قلوز. فيه حاجة اسمها استد. بيتربط في الجسم وبيعدي منه يعني فيه الحالتين دون. ادت ثلاثة انواع من المسامير اللي انت هتاخدهم. فيه حاجة اسمها بس يعني مش مشهور قوي. بكده انا خلصت المحاضرة بتاعتي. ولو حد عنده اي استفسار. دكتور ممكن بس اكتب على كل مسامير اسمه فوقه بس. الله. مكتوب. هو فين طيب ممكن اهي. سرو بولت. تاب بولت. ستاد اند نت. كاستل نت. هيكسوجنال نت. هيكسوجنال هيت بولت. مفيش حاجة مش مكتوبة كله مكتوب. المحاضرة هتكون على طول ولا? لا مش على طول بس يعني الزرف الماء يعني الاسبوع ده والاسبوع الجاي احتمال كمان. احتمال كمان الاسبوع الجاي. عاية اعرض مع الهاي دول. عاية نفسي مع الهاي دول. طب معلش لو هنتكلم في ايه تفاصيل تاني اقفل لو حد عايز استفسار. فحاجة مهمة هاقفل بس.